في منصات التواصل الاجتماعي في العراق والعالم كانت أصداء المقابلة التلفزيونية التي اخترقها صاروخ كاتيوشا لحظة سقوطه في بغداد أصداء مدوية بين وسائل الإعلام المقابلة التي انتهت بسلام واستكملت بعد طمارة المتحدث باسم تحالف الدولي لانتهاء الحادثة الكاتيوشية خلفت من بعدها نيرانا من نوع آخر نيرانا الاتهامات والشتائم والطعن بوطنية الزميل الإعلامي على شاشة تغيير والتغيير أيضا التي نالها الاتهام المغرض وما هي لمحاولات ذباب إلكتروني يحرف البوصلة ويجهل الناس عن الأمر الجلل متجاهلين أهمية التحالف الذي يحارب داعش الإرهابي بتوجيه من قوات الأمن العراقية أمام هذا التجاهل يطفو على سطح الخراب مجددا تهميش الفصائل المسلحة وتجار الموت وخطفو أرواح العراقيين لأي هناء يبحثون عنه الرد الأكثر احترما للعراقيين وشعبهم وتاريخهم جاء على اللسان المتحدث باسم تحالف الدولي العقيد مايلس كاكينغز وشتان ما بين من يحارب داعش ويرد على إساءة بحسنة ويقدم للعالم تسويق لتاريخ بلاد الرافدين وبينما يعلق على شماعة المقاومة أرواح العراقيين دون رحمة لا اكتراث إذن لأرواح العراقيين أمام سطوة الكاتيوشة التي تخرق عمل الدولة بنفوذ لدولة وعلى الرغم من أن صاروخ كاتيوشة سقط في بغداد كما يسقط في كل مرة شبيهه لا تضع الميليشيات المسلحة أي اعتبار للعراقيين وبيوتهم وأرواحهم ترجمة نانسي قنقر